موسيقى وضعك في السورة غايتنا من الريباط ايضا ارحب بانا سميته نجم نجوم البرنامج النقد الرياضي وطبيعي محل البرنامج الكرة العربية الاستاذ محمد الميغودي مباشرة من الريباط اهلا وسهلا واليوم حلقة منتظرة بالنسبة الاستاذ محمد الميغودي باعتبار الجميع ينتظر الاسباب وايضا ينتظر حلول محمد الميغودي اهلا وسهلا استاذ اهلا وسهلا عزيزي هيكل ولكل ضيوفك الكرام ولكل ايضا المتتبعين واقول لكل الاشقاء المصريين هنيئا لكم تستحقون فوز عن جدر واستحقاك المنتخب المصري كان افضل بكثير داخل الميدان كيروش بهدل خليلوزيتش وكانت النتيجة لصالح المصريين هنيئا لكم واضح استاذ محمد الميغودي انا حاسس حلقة ستكون غير عادية هو جاء حتى من الليباس ظاهر يعني استاذ محمد الميغودي لابس اسود في اسود يعني الامور حتى تكون امور واضحة نمشي مباشرة استاذ محمد الميغودي والجميع الحقيقة في انتظارك استاذ محمد الميغودي لان الجميع ينتظر في التقييم ثم الحلول ومش نبدأ معاك في المداخلة الاولى في تقييمك لما حصل وفي تقييمك لخروج المنتخب المغربي خاصة انك منذ البداية لم تكن متفائل وكأنك كنت تشعر بما سيحصل لم تكن متفائل بما يقدمه المنتخب المغربي ولم تكن متفائل خاصة بوحيد خليلوزيتش اولا دعني في البداية هناك توضيحين بسيطين اذا كان العزيز من مصر لم تعجبه كلمة بهدلة فاقول قد قزمه كيروش قزم خليلوزيتش وكشف ضعفه امام العالم الافريقي واقول ايضا للعزيز حكيم واشكره على هذه الشهادة في حق المغرب اقول لا نحن نفتخر بما يتحقق في المغرب على مستوى البنية تحتها هذا مشروع الدولة المغربية شكرا لملك البلاد على هذه الخطوة ولكن محبط جدا بان المسيرين للرياضة المغربية في كل المجالات بما فيها مجال كورة القدم لحد الان فاشلوا فشلا دريعا في ترجمة هذا الطموح الملكي على ارض الواقع على مستوى النتائج هذا مؤلم جدا على مستوى الدولة المغربية قدمت كل شيء وكل نفتخر بما تحققه الدولة المغربية شخصيا عزيزي هاي كان اقول لك لم اكن متفائلا لاني لست من الصحافة الصفراء لست من الباحثين عن الامتياز انا لا احب الا وطني ولا احب الا سعادة المواطنين المغاربة منذ البداية تأكد لي بان خليل زيش ليس في مستوى طموحات المغرب من خلال اختيارتها اللا لا نازيها ولا هي بالعادلة في عدد من المرات فكيف يمكن ان ننادي على لائب لا يلعب مع فريقه كيف ننادي على لاعب يلعب مع فريق يقاتل من عجل البقاء في القسم الوطني الاول هناك لاعبين استدعاهم خليل زيش في العديد من المباريات اقوله بكل شجاعة لا مكان لتلاهم حتى في الاندية الوطنية سواء مع الرجاء او مع الودادة ومع الجيش الملكي لاعبين لا يستحقون حتى الفرق الوطنية فبالاحراء المنتخبات الوطنية خليل زيش ايضا لم اكن متفائلا به لانه رجل استدامي رجل لا يبحث ولا يستطيع وعاجز عن التعامل مع النجوم حينما تأملت بالامس في محمد صلاح وما قدمه محمد صلاح داخل الملعب قلت لماذا حرمنا احنو من حاكم زياج لان الوحيد الذي كان يمكن ان يحقق معها هذه المعادلة هو حاكم زياج لكيف كيروش تعامل مع نجمل من عادة العيار وكيف لخليل زيش لا يتعامل معه اذن الصحافة الصفراء في المغرب سكتت عن اخطاء خليل زيش وضخمت كما قال العزيز ربيع وانا احييه حتى بعد نشوة الانتصال على الملويق قال المنتخب في حاجة الى زياش والى المزراوي عدموا النتائج التي حققناها مع منتخبات متواضعة وعلى ارضية ملاعبنا وانذاك كان من المفروض على الصحافة ان تنبه الى ان هذه الامتحانات هي ليست امتحانات حقيقية اول امتحان رصبنا فيه اول امتحان فضحنا كيروش فيه وفضحنا المنتخب المصري فيه الى غير ذلك من الاخطاء الكاتلة اقول ايضا الصحافة الصفراء لماذا لم تتكلم ايضا عن تلك السلطة المطلقة او الورقة البيضاء التي منحها رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم لخليل زيش فهو لا يحاسب ولا يراقب ولا 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 وترك الرجل تارة يدخلنا في معارك هامشية مع النجوم تارة يدخلنا في معركة هامشية ايضا وخاسرة مع لاعب شاب باسبانيا الى غير ذلك وايضا الصحافة الصبراء لم تنبع ايضا الى كون ان رئيس الجامعة الملكية المغربية وهو رئيس لجنة المنتخبات الوطنية يجب ان نجهر وان نقولها جهرا لقد فشل فشلا دريعا في سياسته في المنتخبات الوطنية لا مع منتخب الصغار لا مع منتخب الشبان لا مع منتخب الاولمبي ولا مع المنتخب الاول هذه حقيقة يجب ان نجهر بها رئيس الجامعة الملكية المغربية لكونة قدم بدون رؤية واضحة على مستوى السياسة التقنية للمنتخبات الوطنية لذلك انا اعتقد ان المسؤولية للصحافة المسؤولية لرئيس الجامعة الملكية المغربية لكونة قدم المسؤولية لخليلوزيتش بعناده وبدكتاتوريته وبساديته يعني حرمنا من ابنائنا الذين كنا في حاجة الى الى الهم ايضا الظلم العظيم لمجموعة من اللاعبين المتميزين سواء الخارج المغرب او داخل المغرب هناك داخل المغرب احب من احب وكره من كره وخاصة على بعض الصحافيين الذين يمارسون التضليل في سيغة صماسرة هناك مجموعة من اللاعبين يستحقون القميص الوطني ويستحقون ايضا الرسمية داخل القميص الوطني انا اعتقد بان الامر لم يعد يطاك وان السكت على ما يقع الان بالفريق الوطني المغربي اعتبرها جريمة ضد الرياضة الوطنية وضد الرياضة كرة القدمة الوطنية انا استغرب واستهجن بل استنكر ان بعض الاقلام سكتت بعض الاعلامين سكتوا قبل الكاميرون واليوم حينما وقعت النكسة اصبحنا نتحدث عن خليلوزيج وسوء اختياراته وسوء توظيفه اين كنتم من قبل خليلوزيج منذ اللقاء الاول تبين بالملموس بانه خارج التاريخ بان الرجل تجاوزه التاريخ وان خليلوزيج ضوضعنا في مجموعة من المعارك لا يمكن ان تفيد كرة القدمة الوطنية انا اعتقد الامر بشكل عاجل الان لا يحتاج الى تأجيل اولا اقالة خليلوزيج احتراما لشريعة العقد واحتراما ايضا في ندوتك الصحفي يقول نحن تعاقدنا مع هذا الرجل على الاكل قال على الاكل التأهل الى نصف النهاية ثم التأهل الى كاس العالم فهو على الاكل هو لم يتأهل حتى على الاكثر الى نصف النهاية اقالة خليلوزيج تأمين مدير رياضي والجميع الان ايضا في انتظار الحلول استيد محمد المغودي وانت بديتها 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 مباشرة قلت ان الاقالة مفروضة بالنسبة للسيد وحيد خليلوزيج اولا لابد من الاشارة الى عمر المهم انا احيي وافتخر واعتز بما قدمه الحكام المغاربة في الفار وفي جميع اللقاءات اخرها لقاء تونس ولكن الحكام الفار لا يحكم لا يقررون فهم ينبهون ويقفون عند الاخطاء والاخرون هم الذين يقررون كما وقع مع الاشقاء التونسيين الذين ايضا اتضمنوا معهم هو على فكرة استيد محمد المغودي لقت ضربة جزائي تونس يعني كان نقص رضوان جيد انه ينزل يظفر ضربة الجزائي وقف له الصورة ارجع ظهر له ايجا شوف ولكن بونسوه مع الاسف عنده تفكير ثاني بوندو عفوا الحكم رضوان جيد والحكم زوراق والحكم الكربوبي والجرمومي يعني حددوا له واكدوا له بان هناك كل العلامات بان ظربت جزاء واضحة للمنتخب التونسي ولكن الرجل كانت له نية اخرى يعني ترجمها بشكل عملي ايضا انا اريد دكة بودلاء المنتخب المغربي بنفس الحماس بنفس الحيوية كما رأيتها مع المنتخب المصري والجمعة كان يعيش بكل جوارحه نحن داخل دكة المنتخب المغربي هناك ما لا يتقن الا فن القبولات وكأننا في مسلسلات مكسيكية ماذا قدموا لكورة القدم الوطنية ارحمونا من مثل هذه العينة على مستوى الحلول اقول ديجاج وليس الابعاد ديجاج لخليل زيج اقول ايضا لفوز القجاع ابتعد عن سياسة المنتخبات الوطنية شكل لجنة المنتخبات الوطنية عين مدير الرياضي للمنتخبات الوطنية وهو الذي سيعين الناخب الوطني وعلينا ان نستعد الان في انتظار ما بعد مقابلة الكونغو الديمقراطية انا كمغربي اطالب بثورة داخل المكتب الجامعي سالينا مكتب الجامعي الان وصل الى مرحلة الافلاس خصيب شبحانه وضعوا سيد محمد المغودي لا اعتقد انه لدي ما اوذيف يعني تقريبا الحديث حتى بمصطلحات ثورية واضحة ديجاج وسالينا وارحلوا يعني هذه تقريبا كل المصطلحات التي تستعمل في الثورات الحديثة في الوطن العربي في الفترة الاخيرة الامور واضحة استاذ محمد المغودي طبيعي جدا ستكون معنا الاسبوع القادم وان شاء الله سنعود باكثر تفاصيل على الفكرة بالنسبة لكوت القدم المغربية سنفتح هذا الملف ويكون معنا استاذ محمد المغودي في اكثر وقت في عدد كامل باعتبار الان ممكن هي اعداد خاصة بك اسفريقيا شكرا مرة اخرى استاذ محمد المغودي وكنت متألقا كالعادة شكرا شكرا لكم كان هذا اول فيديو اليوم خلوا لي الرأي ديالكم في تعليقات مش بخلوش علي بالرأي ديالكم الناس لي ما زالوا مشتركوا مش معنا يشتركوا يفعلوا جرس باش يوصلوا من الجديد ديالنا دايما شكرا لأي واحد كيد عملوا محتوى ديالنا وكيف العادة نشوهوا في فيديو جديد وديما مغرب